مساء الخير أصدرت الحكومة التركية قرار بيرفع الحد الأدنى للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار من 250 ألف إلى 400 ألف دولار وحيدخل قيد التنفيذ مباشرة من بعد ما ينزل رسمياً بالجريد الرسمية وهيدا القرار ما قلو أي أثر رجعي يعني بمعنى أنه كل المستثمرين اللي اشتروا بيوت قبل هيدا القرار أو عقارات أو أي شيء قبل ما ينزل هيدا القرار بيكملوا إجراءات بطريقة عادية ما بيتضمنون هيدا القرار أبداً أما اللي اشتروا من بعد هيدا القرار بس هن اللي بيتضمنون هيدا القرار تصبحوا على خير اللي بيتضمنون للمشاهدة